اشتركوا في القناة اكتشف رسم التلاميذ في ساحة المدرسة مضمارين للجري حولهما المضمار الأول على شكل مستطيل والمضمار الثاني على شكل مربع هذا مستطيل وهذا مربع احسب المسافة المقطوعة خلال دورة واحدة في المضمار الأول هذا اللي هو المستطيل حساب المسافة المقطوعة معناه 72 زائد 48 زائد 72 زائد 48 مجموع طول الأضلع 72 زائد 72 زائد 48 زائد 48 أربع مربع هذا الطريق الأولى ولن نحب ندير طريق حساب المحيط المحيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض في إثناني نحب ندير 72 زائد 48 في إثناني نصيبه نفس النتيجة اللي هي 240 تخرج النها المحيط بالمتر لأن الطول والعرض راح بالمتر 72 زائد 48 في إثناني تخرج النها المحيط 240 متر 240 متر طيب نسمي هذه المسافة محيط هذه المسافة اللي حسبناها نسموها محيط المستطيل وتوجد عدة طرق لحسابها نعم ندير 72 زائد 48 زائد 48 أو طريقة ثانية 72 زائد 48 في إثناني إثناني مطرق أنا درنا زوج طرق ولا طريقة ثالثة 72 في إثناني زائد 48 في إثناني توجد عدة طرق كامل نصيبه نفس النتيجة اللي هي 240 متر أكتب سيغة تسمح لك بحساب محيط مستطيل بدلالة بعديه بدلالة بعديه نعم هي هي أنه هي الطول زائد العرض في إثناني بعديه اللي هم الطول والعرض الطول زائد العرض في إثناني طيب هي نرمز 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 للطول بال والعرض والعرض بحرف آخر نديره نديره بالمحيط يساوي الطول زائد العرض في إثناني إثناني رقم اثنين دار رائد حول المضمار الثاني آه الآن المضمار الثاني ليهو المربع دورة واحدة أحسب بطرق مختلفة المسافة التي قطعها مدام هذا مربع والمربع أضلعه متقيسة معنى 54 زائد 54 زائد 54 زائد 54 أربع مرات تعطيني 216 دورة هذه التي قطعها 216 متر طريقة أخرى 54 في أربعة هنا قلنا الضرب هو جمع متكرر 54 في أربعة تعطيني نفس النتيجة 216 متر ولا ندير طريقة أخرى 54 زائد 54 في إثناني هذه طريقة أخرى عدة طرق طيب اكتب سيغة تسمح لك بحساب محيط المربع محيط المربع يساوي طول الظلع في أربعة الظلع في أربعة طلب الأستاذ من التلاميذ رسم مضمار مربع الشكل له نفس محيط المضمار الأول ساعدهم على حساب طول ظلعه هنا أعطنا المحيط المحيط اللي هو مئتين وأربعة ونقال لك يستخرج طول الظلع الظلع يساوي المحيط تقسيم أربعة معناه مئتين وأربعة تقسيم أربعة هي مربع الشكل لكن المحيط التاعون نفس المحيط على الأول الأول اللي هو مئتين وأربعة ما هو طول الظلع المربع اللي رح يسموه طول الظلع نستخرجه مئتين وأربعة تقسيم أربعة تعطيني ستون إذن المربع اللي رح نرسموه طول كل ظلع من أضلعه هو ستون ستون متر طيب أرفق بكل أرفق بكل بطاقة الغبارة المناسبة أي والله محيط مستطيل أو محيط مربع اللي نضرب في أربعة هو المربع إذا هذا محيط مربع P يساوي طول الظلع A في أربعة وهنا P يساوي L زائد L في إذناني الطول والعرض في إذناني هذه تعالى المربع وهذه تعالى المستطيل الروح الأنجز أرسم مستطيلا أرسم مستطيلا عرضه خمسة سنتيمتر وطوله عشرة سنتيمتر أحسب محيطه المحيط سهل المحيط في المستطيل قلنا الطول زائد العرض في إثناني عشرة زائد خمسة خمسة عشر خمسة عشر في إثناني ثلاثون إذن محيطه ثلاثون سنتيمتر مدام طوله العرض ربما بالسنتيمتر إذن المحيط يخرج بالسنتيمتر الطول زائد العرض في إثناني قسم هذا المستطيل إلى مربعين لهما نفس المحيط قسمه إلى مربعين لهما نفس المحيط معنى قسمه إلى ثنين احنا المحيط خرج لي ثلاثون اذا يخرج لي مربعين محيط وكل واحد منهما خمسة عشر سنتيمتر طيب اثنين مربع طول ظلعه خمسة قسم هذا المستطيل الى مربعين لهما نفس المحيط لهما نفس المحيط وأحسبه احنا في الول كان عندي الطول الطول والعرض الطول الخمسة والعرض خمسة معنا يولي لي الطول نصف الطول ونصف العرض معنا يولي لي خمسة واثنان ونصف خمسة زائد اثنان ونصف في اثنان خمسة زائد اثنان ونصف سبعة ونصف في اثنان خمسة عشر اذا محيط وكل مربعين هو خمسة عشر قسم هذا المستطيل الى مربعين لهما نفس المحيط وأحسبه ايه معناه يولي مربع ما يوليش مستطيل لا يولي مربعين يقول له مربعين طول كل ظلع منهما 5 سنتيمتر معناه 5 في 4 محيط كل المربعين هو 20 20 سنتيمتر نعم لما نقسمه يقول له مربعين طيب مربع طول ظلعه 15 سنتيمتر احسب محيطه محيط المربع يسوي الظلع في 4 15 في 4 15 في 4 نصيب محيط هذا المربع 15 في 4 تعطيني 60 اذا محيطه 60 سنتيمتر مستطيل بعداه 6 سنتيمتر 17 سنتيمتر 6 هي الطول 17 هي العرف دايما الكبيرة هي العرف احسب محيطه 17 زائل 6 في 2 17 زائل 6 في 2 تعطيني 46 سنتيمتر اذا محيطه 46 سنتيمتر 17 زائل 2 23 23 في 2 46 اذا محيطه 46 سنتيمتر يريد فلاح احاطة قطعة ارض على شكل مستطيل بصور قطعة ارض مستطيلة الشكل دلها صور لحجز الرمال تبلغ تكلفة المتر الواحد من الصور 1500 دينار زائري احسب باستعمال المعلومات الوالدة في شكل المرفق كلفة هذا المشروع هذا الارض المستطيلة مستطيلة عرضها 108 متر وطولها 96 سنتيمتر حاوي سيدل لها احاطتها بصور يدير صور صغير داير طيب معنا نحسب المحيط المحيط في المستطيل 108 زائد 96 108 زائد 96 في اثناني باش نحسب المحيط على المستطيل نصيبه 408 محيط هذا الارض لهذا المستطيل 408 متر طيب هو قل لك للمتر الواحد 1500 معناه 1500 في 408 1500 في 408 تعطينا 612 ألف 612 ألف دينار جزائري كلفة هذا المشروع هو هي 612 ألف دينار جزائري كلفة بالدينار جزائري حسبنا المحيط على المستطيل وبعد نضرب بسائح كالتكلفة المتر الواحد في المحيط 612 ألف دينار جزائري برك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة أسأل الله عز وجل التوفيق علي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله